التساؤل الأبرز هل من علاقة لهذه الانفجارات التي حصلت في قاعدة كالسو بالهجوم الذي حدث في أصفهان في الوقت الذي لم تتبنى فيه لا إسرائيل والنفي أيضا جاء من الولايات المتحدة بسم الله الرحمن الرحيم تحية لحظرتك ولكل مشاهدي قناتكم الكرام بالحقيقة العلاقة واضحة وقوية جدا بين القصف المتبادل بين إسرائيل وإيران وما حدث في قاعدة كالسو في محافظة بابل بالحقيقة يعني القصف الإسرائيلي على إيران والقصف الإيراني على إسرائيل هناك ثم تأوجه تشابه كبيرة بين الحالتين حقيقة كل القصفين لم تؤدي إلى أضرار كبيرة ولم تؤدي إلى استهداف مناطق حساسة ومهمة ولم نرى حقيقة أي مقاطع فيديو تشير إلى وجود خسائر كبيرة سواء في الأرواح أو في المعدات أو في أجزاء أخرى من البناء في كل الحالتين الطرفين يقولان أنهم ستكون الضربة محدودة هذا من جانب الجانب الآخر أعتقد الطرفين حاولوا أن يحافظون على ماء وجوههم لأنهم أوعدوا بأنهم سيردون بقصف على الطرف الآخر هذا من جانب الجانب الآخر حقيقة أن القصف الإيراني على إسرائيل وفر لإسرائيل فرص ثمينة لم تكن إسرائيل تحصل عليها أبدا المشكلة ليست هنا حتى أجيب على سؤال حضرتك يعني كل القصفين الإسرائيلي والإيراني حقيقة كما تحدثت لحضرتك لكن المشكلة في القصف الذي وقع على قاعدة كالسوفي محافظة بابل كان شديدا حقيقة كان مؤذيا هناك حقيقة عدد من الصواريخ سقطت على هذه القاعدة وأدت إلى تدمير كما شاهدنا في مقاطع الفيديو يعني إلى تدمير مساحات واسعة لأن هذه القاعدة حقيقة تحتوي على فصائل من الحجد الشعبي وفيها حقيقة من الأسلحة والذخائر الأخرى الكثيرة اشتركوا في القناة